موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 يعاني سكان مناطق حزام بغداد من انتهاكات مستمرة يتعرضون لها تحت ذرائع وحجج واهية حيث سخرت حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي آلاتها الإعلامية للنيل من المناطق المحيطة بالعاصمة وتلفيق التهم لها لجعلها المبرر الكافي كي تضرب هذه المناطق بوسائلها المختلفة الحكومية والميليشيوية واليوم وبعد مروره 16 عاما على الاحتلال الأمريكي للعراق لا يزال السكان هذه المناطق يعانون من التهجير والاعتقالات والانتهاكات التي لم تستثني منهم أحد حيث أعلنت حكومة بغداد عملية عسكرية تحت مسمى إرادة النصر على قضاء الطرمية شمالية بغداد الهدف المعلن منها كما أطلقت عليه قيادة العمليات هو تطهير المنطقة من خلايا تنظيم الدولة لكن مراقبين ومتابعين للشأن العراقي يرون أن الهدف الحقيقي لهذه العمليات هو تطهير طائفي وتغيير للتركيبة السكانية لهذه المناطق كي تكون درع حكومة بغداد وميليشيتها مشاهدين العنوان سيكون لهذه الحلقة استهداف مناطق حزام بغداد بدوافع طائفية كما يقول الكثيرون بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين التي تتيح لكم أن ترسلوا رسائلكم النصية فاصلوا ونعود ترجمة نانسي قنقر 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 crema نانسي قنقر ثورة وثورة الجوعان خطرة العامل من يضيح صبرة والفلح إضها مناجل وتنتخب زود السنابل وهي خضرة وهي صبرة وانتوا بالخضرة بعدكم راح أجيكم أنا وأصحاب المناجل وراح أحجكم من جذركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نتحدث في هذه الحلقة لهذا الأسبوع عن الاستهداف المستمر لمناطق حزم بغداد تخديدا قضاء الطارمية شمالية العاصمة يتعرض لاستهداف تحت ذريعة تطهير المنطقة من خلايا تنظيم الدولة هذا هو الشعر الذي رفعته حكومة بغداد بقيادة عادل عبد المهدي لكن من يتابعون لشأن العراقي ويعودون بالتاريخ قليلا إلى الوراء يرون أن هذا المسلسل من الاستهداف المتعمد والمستمر لمناطق حزم بغداد من اعتقالات وانتهاكات وتجريف للأراضي والبساتين والنقطة الأهم هي محاولات مستمرة لتغيير التركيبة السكانية لمناطق حزم بغداد كلها تقود إلى إجابة ربما قد وضحت المشهد الآن وهي هذه العملية والخلفيات التي تقف وراءها طبعا بهذا الصدد هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت بيانا طبعا لوصفي أو التحدث عن هذا الحدث الذي يحصل الآن في منطقة الطارمية الشمالية بغداد قالت هيئة علماء المسلمين أن الحكومة وميليشياتها الإجرامية ما زالت تتبنى النهج الطائفية في استهداف المدن ومحافظات عراقية معينة والتنكيل بأهلها بارتكاب أبشع الجرائم بحقهم أفادت الهيئة في بيانا لها أن الجيش الحكومية والميليشيات الطائفية تفرضى حصارا خانقا وحضرا لتجوال في قضاء الطارمية بعدما أغلقت أو أغلقت جميع المدافل المنافذ والدخول والخروج إلى القضاء من وإلى القضاء طبعا وإعلان عملية عسكرية بدعم من قوات التحالف الدولي هذه العملية تستهدف المناطق المحيطة بالقضاء بعد حملة التهديدات الطائفية التي أطلقتها أو أطلقها زعماء الميليشيات بحق أبناء القضاء أكدت الهيئة أن هذه الهمجية والانتهاكات التي تستهدف الشعب العراقي ليست بغريبة عن هذه الجهات التي اتكبت في تلك المناطق هذه الانتهاكات ومناطق أخرى وما زالت مأسيها مستمرة حتى هذه اللحظة مستشهدة بما حصل في قضاء جرف الصخر في محافظة بابل من تهجير لسكانها السيد مبروك من الإمارات أولى المشاركين معنا في خدمة الواتس أب يقول تحية لك أخي محمد ولصوت الحق والحقيقة الناطقي بلسان معناة العراقيين الأحرار الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومات تابعة لجارة السوء إيران لم توفر وظائف وتعليم وصحة وغذاء ومياه وكهرباء أزمات التغيير الديمغرافي في مناطق حزم بغداد هي مخطط من قبل الحكومات والميليشيات المجرمة كلها تأتي بدوافع طائفية الثورة هي حل الخلاص من الأحزاب الفاسدة لإيجاد الوطنيين الشرفاء لحكم العراق معنا السيد أبو محمد من الطارمية أبو محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حياك الله أبو محمد تفضل أهلا وسهلا نحن على مود شغلت الطارمية وأطراف بغداد قالها وتحررت من داعش وصفت وما ظل به الشيء مو صحيح؟ نعم هاي المداهمات هسة هاي المداهمات الجاي الصين جاي داهمون وجاي يعتقلون بالناس لبرياء لشنون ويقولون صفة السماد الداعش نعم هون صحيح؟ وهذا كان تصريح من حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق الذي أعلن النصر كما سماه على تنظيم الدولة وانتهت الحرب مع تنظيم الدولة وكذلك أعلنت الولايات المتحدة هذا الإعلام أذن ما الذي نشاهده الآن برأيك؟ الشاهده هسة اعتقالات مداهمات وعالم أبرياء جاي يأخذونها ويطلعون وش جاي يصير هسة هسة جاي يصير من مشاكل ومن ومن اللي جاي يصير هو كل سبب الحكومة أنا لحد ما أقول لك داعش ما داعش ما جاي يعتقلون بالناس لبرياء يعني الشاي بشاي فيمشي على عكازة يعتقلونه ويروحون على شن هو على شن هو حضرتك الآن متوجد في الطارمية أبو محمد نعم أنا بالطارمية طيب أنا من أهل الطارمية نعم حضرتك من الطارمية القصد أنه ما الوضع الآن بالنسبة لكم كمدنيين الآن متواجدين في مدينة أعلنت عليها الحرب والله يا أستاذ العزيز مدينة طافية كل شي ما بيها فإجوها إجوها وإجوها الجيش إجوها العصائب يعني لعبوا ما لعبوا كسروا سرغوا على شن هو على شن هو يعني منطقة صافية كل شي ما بيها على شن تجون هيش تسون بيها عمي خلي تركونا خلي تركونا والله العظيم والله العظيم منطقة حاليا صافية كل شي ما بيها لا داعش ولا شي على شن هو يعني هاي تطعون مدعماته يا الطارمية ويا الطارمية ويا الطارمية عمي والله كل شي ما بيها طيب قبل قبل أحداث تنظيم الدولة أبو محمد يعني حتى نقول أنه ماكو مبرر قبل أحداث تنظيم الدولة وأن يدخل إلى العراق كيف كان وضع الطارمية ومناطق حزان بغداد بشكل عام نحن كلها تعلم من داعش شان قبل موجود كلها طرف يعني أحزان بغداد بس فعلاً اتحررت وهي سببها منه الحكومة الحكومة بكيفها تجيب داعش الطدبة تريد داعش تطلع لا تقول لي داعش يجيب كيفه يعني أحزان بغداد أحزان بغداد مظومة بالأبراج يعني داعش من يفوت بالسيارة مارته بين الأبراج ما يشوفونه نعم أشكرك أبو محمد كنتم أنا من الطارمية شكراً للمشاركة طبعاً نقطة مهمة وهي التصريحات المستمرة من قيادات العمليات سواء في عهد عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي أو المالكي يتحدثون دائماً عن أجهزة الاستخبارات التي استطاعت أن تصل إلى معلومات تفيد أن هناك عملية ستقام هنا أو هناك رغم التفجيرات والمآسي والكوارث التي حلت بالعراق والتي أثبتت أن هناك جهاز أمني هش ومنهار في العراق مع ذلك نحن نستمع إلى التصريحات الحكومية التي تتحدث دائماً عن وجود عمليات استباقية بين حين والآخر للقضاء على خلايا تنظيم الدولة أو العناصر أو وخلاف طبعاً منذ انطلاق العمليات العسكرية كيف يفسر إذن هذا الموضوع وكما قال أبو محمد هناك انتشار كثيف للقوات الحكومية ولميليشي العصائب في منطقة الطارمية وفي مناطق أخرى كيف يفسر إذن الانتهاكات التي تحدث الآن العملية العسكرية التي تشن الآن على قضاء الطارمية تحت ذريعة وجود خلايا وجيوب لتنظيم الدولة كيف استطاعت هذه العناصر أن تبقى في هذه المناطق أو أن تتسلل لها في ظل وجود هذه الإمكانية التي تتحدث عنها السلطة وكذلك القوات الحكومية والميليشيات معنا سيدة أم زيد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخويا طبعا أنا حبيت أشارك بهذا البرنامج نحن وسهلا يعني والله صار الاعتقالات هواية وهواية مثل ما يقولون بالسجن هواية مقاليم يعني الاعتقالات مالطارمية مو كلهم مذنبين ولكن هم دريئين هم ديقولون يعني صار الأخض باليابس مثل ما يقولون إذا واحد مدني يدعمون على الباقين كلهم ولماذا تتبع الحكومة هذا الأسلوب هاي مسلوبهم لا حول ولا قوة يعني نعتبره إحنا الشعب العراقي وين يروحون الشي يرجعون يرجعون على برياء يرجعون على الشعب وين يروحون منين يجبون طب أين القانون يا أم جيد أين القانون الذي يقول القانون المتعرف علي حول العالم أنه المجرم هو فقط الذي يحاسب على جريمته إن شارك معه أحد نعم لكن طالما هو بعيد عن المكان الذي ارتكبت به الجريمة على سبيل المثال عوائل تعتقل أباء أبناء أزواج لأنه عنده قريب أو أحد الأقرباء من طرف بعيد جدا مشارك مع التنظيم أو عضو بالتنظيم أو كذا صحيح للأسف احنا قانون بالعراق ما عدنا يعني معك للأسف قانون بالعراق احنا ما عدنا قانوننا بصورة عامة فاشل ضالين وياهو الياخذ الحصة الكبيرة محاصصة الكردي هي تشي الشيعي هي تشي تبقى احنا الشعب بصورة عامة بدون تسميعات لا شيعي ولا سني ولا طائبة هو احنا اللي واقعين بيها بالرغم ما احنا نصاعدهم بهاي الكراسي بالرغم ما احنا نخليهم يواصلون هاي المناطق بس بكل الحالات احنا بضحية بس يوم ام زيد ام زيد مناطق حزان بغداد مناطق حزان بغداد هو الموضوع ليس طائفية لكن هو واقع حال مناطق حزان بغداد بيها بيها نسبة نسبة كبيرة وتحديدا قضاءة طارمية بيها نسبة كبيرة من السنة متابعين كثر للوضع في العراق يقولون بانه العمليات التي تتم على مناطق حزان بغداد عمليات عسكرية بوجود الحجد الشعبي عمليات طائفية لانه هناك استهداف للناس والدليل على هذا الكلام الذي اقوله انا ان هناك مجموعة من شيوخ العشائر في قضاءة طارمية وفي مناطق حزان بغداد ذهبوا قبل بضعة ايام او قبل فترة ليست بطويلة الى البرلمان من اجل الاعتراض على تجريف البساتين وازالتها وتجريف الاراضي الزراعية وتغيير ديمغرافي يعني تغيير التركيبة السكانية يعني تغيير طائفي ام زيد اكيد هو انبين تغيير طائفي يعني هو انبين شيعة سنة لان المكان هم بيه السنة والذي يحاربهم هسه هو الشيعي صح ام خطأ و الى متى تستمر هاي الحالة متواجدة بالعراق موضوع الطائفية و موضوع الاستغلال السلاح واستغلال السلطة لتنفيذ اغراض طائفية يعني الشيعة ده يحقدون على السنة لان هما ابرياء والسنة والعقو السنة ده تحقد على الشيعة ام زيد حتى نوضح حتى نوضح ولا يكون الموضوع بالعموم احنا نتكلم عن ميليشيات وسلطة تتحدث باسم الشيعة لم نتحدث عن موضوع الشيعة والسنة بالعراق نحن نقول هناك ميليشيات تحسب نفسها على الشيعة ده تضرب مناطق ذات غالبية سنية هناك رغبة ربما ليعادة موضوع الفين وخمسة وستة وسبعة الحرب الاهلية الطائفية اللي صارت هما هذا هدفهم الوحيد يعني ترجع الحرب الطائفية ترجع المشاكل من استقر أمنيا من استقر محافظات العراق مستحيل في استقر ولهذا هما يعني دصرها التأتقالات احنا ما قاعد نعرف صحيح اكو داعش او ما اكو ارهاب يعني احنا الحمد لله والشكر من حررة والموصل يعني احنا ارتاحيني شوية استقرت العوائل الناس امنت يعني هس احنا دان نسمع فلان منطقة طيب سؤالهم جيد اذا تسمحي لي كلام سليم يعني الحكومة حكومة حيدر العبادي وقتها ظهر على وسائل الاعلام يتفاخر فرحان استعراض اسكري وقال بان انتصرنا على داعش وانتهت الحرب في العراق واعلنت الولايات المتحدة انتهاء الحرب على داعش في العراق طيب شنو اللي يدى نشوفه الان 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 تقول الحكومة بان هناك عناصر لتنظيم الدولة موجودين بالطارمية شنو ما بقوا ذول العناصر مين اجوي كيف دخلوا الى هذه المنطقة اذا فعلا موجودين لعد وين اعلان النصر وين التحرير وين هذا الكلام يا ريت هم يجاوبون على هذا سؤالك يعني اذا هم اعلنوا وقالونا احنا انتصرنا وداعش انتهاء يا ريت هم يقلوننا هسا مين بي يتخذها طبعا برايك انتي ومزيت شنو التفسير برايك انتي شنو التفسير والله حسب كلامهم هم يقولون اكو خلايا نائمة اكو انفاق حسب يعني الاخبار اللي نسمعها حسب التلفزيون حسب البث الاعلامي يعني احنا مثل ما تقول انا ربت بي مو داك الاستطلاع القوي لا لا سليم حضرت اش دا تتفرجين على التلفزيون ودا تشوفين انه قنوات حكومية تقول اكو عناصر داعش ونفس القنوات كانت قبل موجودة خلايا يقولون نائمة وقبل فترة قالت نفس القنوات العراق تحرر من داعش طيب احنا احنا حضرت اتجسم مواطنة بسيطة ومثل ما تفضلتي ما عندك استطلاع واسع برأيك البسيط المتواضع شنو ممكن ان نفسر هذا الموضوع ما اكو غير تفسير واحد هي الحكومة اللي يدخل هذول الخلايا او الارهاب او هاي المشاكل اللي يفتر عندنا يعني اشكره كم زايد كنت معنا نعم تفضلي اسمعش يا عيس يعني تسمعني فاطرح مشكلتي تفضلي انا من اهل بابل نعم زوجي كان واقف بالباب تقريبا سنة ونص او اكثر من اعتقلو نعم لجت علينا قوات ما اعرف يعني هالقوات حكومية مدنية اجنبين اكثر من عشرة او اثناء السيارة مم زوجي كان واقف فوق بابنا والله على اساس هذا يعني وراء ثلاثة شهر احنا يا الله واجهنا لقينا ابار بي طبعا مؤذينة كاثرين ايدي كاثرين فتشة زوجي كان واعتقلوه يعني بمطار المتنى مم اي مني رحنا واجهنا يا با على شنو شان يقولون على مد شغلة حبوب هو اصلا شان واقف فوق مالتني لا عنده حبوب لا شي جدت قلت لك سيارات مدنية فهو انهزم ظلهم هما يركضون وراء اعتقلوه سألنا عدنا يعني يمزل ما تقول عدنا علاقات سألنا بالحلة اكو هيتش سجين هيتش اسمين هيتش شي فقللونا ما موجود ثلاثة شرق جانا اتصال هو موجود في مطار متنى ببغداد رحنا سألنا على شنو اخذوك لن يقول اخذوني بصمونا على ورقة على اساس آمي ساجر حبوب بصموه على ورقة بلي قال عذبوني كسروا ايدي كسروا هو حلقي تعذيب بالكهرباء يعني انواع انواع التعذيب الى السول لا تفضل راح عطي بابا بلحظة ورا ما خلصوا من عنده تحقيق راح عطي بابا ما قبل ينطور حيث ما يعالجوا ورا فترة هم دول القاضي مع المطار المتنى حتى وقال لقال لبابا احنا هذا المكان او هذا السجن او هاي الجهة المعنية احنا نخلي بيه شون تقول ارهاب وانت كاتبيلك بالدعوة شغلة حبوب انت شون اجيت لهذا المكان شون انسجنتي هنا واجهناه مرتين المطار المتنى وبعضين سفروا على تسفيرات ملعب الشعب وحاليا هو موجود بالكاغمية سجين حكمه طبعا ثلاثين سنة وصاعده تميز نزلوه بس اربع سنوات صار حكمه ستة وعشرين سنة على جريمة هو ما ارتكبه هو ما ارتكبه يقول لنا على ساس مخبر سري هو اللي جاي ينبلغ هو احلف لك بمئة امام يعني هو كان واقف بالباب واني زوجته وابطالي عندي اربعة ومثل ما تقول يعني ننتظر بس يا الله ويا ابو الحسن يا علي ننتظر بس العفو العفو مدا يطال المعتقلين يا ام زيد هو رغم انه هو موضوعنا ولكن يعني مرتبط بالموضوع اللي نتحدث به قليلا العفو دي يطال المسؤول اللي سرق مليارات الدولارات العفو يطال هؤلاء الف رحمة على والديك الف رحمة على والديك هو هذا مربط الفرس هم اذا يطلعون المسؤول المرتشي يطلعون المسؤول البايق قبل فترة صرحوا فلان مسؤول علي حضر تجوان وممنوع لسافر خارج العراق لان علي امر ارقاق قبض وفترة نسمع بالاخبار بالتلفزيون وبان قنوات هاي البيت ومعرف ايش الاسبولان مساثر خارج العراق دين هذولة اللي هم حقية يصغفون ويمشون ويعشون هم واطفال هم مرتاحين او احنا حالا ضيم حالنا ناس بسطا عايشين على الحمد لله والشكر على القوة اليومي دين انا حاشك صحبة اربع اقفال ويا ريت يا ريت اتمنى وهسا مثل ما يقولون وقت المساء ووقت الصلاة اتمنى من الجلين ان ينطونا عفو اللي يسمع حتى صوتنا اللي يقول حقوق الانسان طبعا انا اختك لا راتب ما الي حق اس المراتب لان هو سجين لا من رعاية لا من حقوق الانسان لا من مساعدات بس اقول يا ريت يا ريت يطبقون القانون ما للعفو مالتهم ويا ريت ينقدونه حتى لو فرض ما انسان خطأ انسان سوى ذنب اللي مثل مثل يقولون اللي اندمج ويا خلايا داعش او اللي بتاجر او بغير شي او اللي سرق مثل ما يقولون عفو الله الله هو خير المحسنين وغير هو الغفور الرحيم بعد ما اكون احفن من عنده ويا ريت يطبقوني يفتحوننا هاي السجون يعني مكتبه اتقول لك معاناتنا ام زيد اشكره كان اعتذر منيش طبعا الوقت يعني ضيق والدينا متصلين ينتظرون شكرا لك شكرا لك ام زيد شكرا للمشاركة اتمنى ان الرسالة تكون وصلت والصوت صوت ام زيد وصل كذلك الى من يهمه الامر واستمعتم الى حديثها وكذلك وما هو متعارك عليه في العراق العفو العام لا يصدر للفقراء لا يصدر للمظلومين وهذا امر متعارك عليه لا يحتاج الى حديث مني او اي شخص في العراق يعلم ان العفو العام يصدر لفئة معينة او شريحة معينة من اشخاص محسوبين على الدولة بشكل او باخر السيد حسين من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حسين اهلا وسهلا اسمعك حسين اليوم نعم انا فاهم فاهم المشكلة الكبيرة في موضوع المعتقلين اليوم الموضوع هو عن الاقتحامات التي تتم لقضاء الطارمية والانتهاكات كذلك مع هذا اهلا وسهلا بك تفضل بس باختصار رجاء اطرح موضوعك شكرا انا خالي سالة العسين بس نعم اسمعك حسين حسين اسمعك سيد حسين من بغداد فقدنا نتصال مع سيد حسين من بغداد نذكر مشاهدين الكرام نعم هناك قضية كبيرة ومهمة للغاية وهي قضية المعتقلين وملف المعتقلين ملف شائك للغاية في العراق وملف يحتاج ربما الى تدخل يعني من منظمات حقوق الانسان من مجتمع الدولي في القضية الانسانية تحديدا خاصة بعد اعتراف المجتمع الدولي بفساد القضاء في العراق يعني كان من المفترض ان يكون هناك تدخل من البداية بعد هذا الاعتراف لكن مع هذا نطالب بهذا الامر لانه الوضع في معتقلات وسجون العراق اصبح ميؤوسا منه والموضوع اصبح في تفاقم مستمر وهذه الحالات التي تسمعونها الان هي جزء بسيط الارتباط بهذا الموضوع الاعتقالات بما نطرحه اليوم هو فعلا هناك ايضا كذلك اعتقالات حملات اعتقال مستمرة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة لسكان مناطق حزام بغداد بشكل عام المناطق التي تتعرض والانتهاكات المناطق التي وصمت بوصمة الارهاب طبعا عن طريق اجهزة ومسائل اعلام ومروجين لهذه الافكار ولهذه الشعارات التي اطلقت على هذه المناطق التي ربما تحمل ذنبا انها كونها من طائفة معينة او بها غالبية من طائفة معينة او ربما تحمل يعني السبب او المشكلة الحقيقية انهم قريبون من الميليشيات وهذا هو خلل بحد ذاته يستمرون بمعاناتهم بالانتهاكات التي يتعرضون لها طبعا وبدون اي تدخل حكومي بالعكس ما نراه الان هو متعاون حكومي بين السلطة وبين الميليشيات كذلك بغطاء دوليا بقيادة الولايات المتحدة ولا يمكن ان نفهم كيف هذه الالية تحدث مع ذلك هي تحدث الان في العراق وهي امر واقع هذا هو الموضوع الذي ننتظر مشاركاتكم من اجل طرح افكاركم حوله وكذلك رسائلكم على خدمة الواتساب نذهب الافاصل القصير ومن بعده نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام نستمر بالحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها القاتلون في مناطق حزم بغداد تحديدا قضاء الطارمية هذه الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية تحت مسمى ارادة النصر بالتعاون طبعا مع ميليشيات الحجد الشعبي وكذلك بغطاء من التحالف الدولي لما اطلقوا عليه مسمى تطهير هذه المناطق من خلايا تنظيم الدولة هذا المصطلح بالذات تطهير سبق وان خرج من لسان قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب اهل الحق الذي سبق له ان طالب قبل بدي هذه العملية او الاعلان عنها ان تحدث بهذا المصطلح تطهير وكان الامر دارج بين اروقة الحكومة وقادة الميليشيات ان هناك ربما استراتيجيات موضوعة وهذا هو النص الذي ستخرجون به لوسائل الاعلام تشابه كبير جدا وتطابق اصلا في هذا التوصيف لهذه العملية نسمع الى رأي السيدة ام احمد من بغداد تفضلي ام احمد السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ اليوم اصبح كل عراقي هو ارهاب بعين الدولة استاذ طالت ثومة الارهاب وطالت كل عراقي موجود اليوم نعم اليوم عبد عبد المهدي قول نعم بان الفساد هالجميع عن ضمنة الجولة ومنها وزارة العدل اذا تعرف وزارة العدل واقل هالفساد واكو قضاء مرتشين واكو ضباط مرتشين اذا نستاذ ليش ما يمثون عفو عام جميع السجناء ليش ما يبيضون السجون ليش ما يطلعون هاي المغيبين ليش تصير الهجمات عن البيوت وياخذون الولد من البيوت الناس معتم ايذن يتهمون بالارهاب كل فقير وكل بريء يتهم بالارهاب اذا اليوم صارت السجون هي هي وارد ببعض صارت تجارة تجارة لبعض المسؤولين استاذ احنا نريد النظر في هذا الموضوع السجون ملئ الظلم نجور كل شباب نراحل امشي بهذا الموضوع انت حضرت تريدين تريدين النظر من قبل من من قبل حكومة استاذ مع الاسف اليوم لازم هي الصير تفضلي العصر استاذ اسمعك ام احمد تفضلي ام احمد اسمعك تفضلي ام احمد اريد افو عام جميع في جنة اريد ان ينظرون الهم ان يرجعون هاي الولد كل ام عتها ستة وسبعة متل نصير هم مين اريد من عتهم افو عام ان ينظرون اليوم ما حد يحسب هذا البرلمان باجمع الساكل لا برلمانين لا وزارة العدل لا عادل عبد المهدي ما حد ينظر هاي الفئة المظلومة ما بقى ارهاب مشار نصر مطهرة والمناطق اعفق عن الباقين خلت يبدأ صفحة جديدة رجعوا هاي الشباب العوائلهم ما يصير هاي الظلم راح يخلفون من هذا راح يخلفون اولادهم واخوانهم راح تحقد على الدولة يعني بريء يروح يا راح لو أستاذ اكونات تتمنى بس عرفوا لتها وين ما قاعد يلقوهم الظلم طال جميع محافظات العراق وصارت تجارة للمسؤولين اليوم ياخذون بيهم مبالغ طائلة اليوم يفكرون ما يفكرون بان يسوون عفو يفكرون بان يبنون سجون جديدة لا من ريد سجون جديدة الريد عفو عام واطلاق سراح الابرياء وحتى القانون ما الايثيان وستعشر القننوف قانون إلغاء فقرة التنازل في جناس فيش تهم كيبية تاخذ بيها حياة الناس تاخذ تظلمهم شباب كفاءات ما يعرفون القابل ما يعرفون القدام محنز أو طبيب أو شخص رضيس ما عنده تهم فيحكمه كله مؤبد وإعدام إذن هذه هذه مؤامرة مؤامرة على شباب العراق الكل بايع به كل محاصبات العراق وجميع التواعف شاملته ما شاملت الناس ولا شامل الكل مشمول إذا هذا القانون قانون الأرخاب وضحت الفكرة أم أحمد أشكر المشاركة نتمنى رسالتي تكون وصلت لكن يعني هذا هذا الرأي من المتصلين أو من يطالبون بوجود عفو عام السؤال هو الطلب يقدم لمن أو هذه رسالة ترسل لمن لم يكن هناك تحركا سابقا وحتى هذه اللحظة تستمر المعتقلات باحتضان الكثير من المعتقلين الأبرياء نعم كل سجن وكل معتقل فيه مذلمون نعم لكن نسبة الأبرياء هي نسبة أكبر بذلك بكثير نظرا لوجود نظام هش وفاسد أتاح لوجود شيء يسمى مخبر سري ولتهم كيدية ولتعذيب من أجل الاعتراف بالقوة هذا الموضوع معنا صفاء بغداد تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وعالتادر وعالمشاهدين كلهم حياك الله وأنا ممنون لكم أهلا وسهلا تفضل حبيبي قرار قانون العفو العام ما يصير ليش لأن الكل مستفادة أنا ساح شوية رجال فخير قاعد بالبيت ما أقول لك ما بي حيل وما أقدر أشتغل وهذا على هالوضعية هاي كل شي ما كو بس عندي استعداد أأجر سجون العراق أنا شخصيا أأجر سجون العراق مئة ألف دولار شهريا يعني كل شهر أنطع عشر دفاتر جين أخويا تلي الكل تسمحها كل سجن أقل سجن إيجار الحانوت ما لم يقل عن دفتر دفتر ونص بالشهر المدير السجن مدير السجن شنطي تقارير للوزير ما يسوون عفو العام يعني المستفادين من عندهم بس هي لو الحكومة تفتهمها لهاية المضرة على الحكومة شقد المضرة على الموال العام شقد طيب رأيك بموضوع اقتحام قضاءة طارمية صفاء قف ابني لحد الآن زين أروح أسأل ذول السجانة وهذا شنو سيد صفاء زين مستفادين سيد صفاء سيد صفاء هل تسمعوني نعم أسألت حضرتك ما رأيك بما يحدث في قضاءة طارمية والله قضاءة طارمية الدواعش اللي يجوون هم من المنطقة ما يجي داعش من غير مكان طيب والكل بالمنطقة تعرف بيها والحكومة ما رأيك ما رأيك ما رأيك ما رأيك ما رأيك من المنطقة هذا يسمونه حرام البيت ما يجي واحد من غير منطقة ويجي يقتل إنها باي المنطقة كيف تعلن الحكومة عن وجود شيء اسمه انتصار سيد صفاء وكرر السؤال مرة ثانية إن كان هناك وجود لتنظيم الدولة في العراق كيف تعلن السلطة الحاكمة عن الانتصار ما كنت صار سيد صفاء اختموا ياك هناك شكوى قدمت من عشائر في مناطق حزام بغداد ومن قضاء الطارمية كذلك عشائر شيوخ عشائر ذهبوا إلى البرلمان يشتكون من وجود ميليشيات ووجود قوات حكومية تعتقل أبنائهم وتجرف الأراضي الزراعية وتحاول أن تطرد السكان بطريقة تعسفية من أجل تغيير تركيبتها السكانية ما رأيك وما ردك على هذا الكلام والله هي أكو شغلات أهواء أول شي طمعا بلقاء عمالتهم هاي الثانين ويأخذوهم حتى يستجزوهم بالأموال أعرفت نعم هاي الشغلات قاعدين معدهم شغلوا عمل يجيبون هذا داعش وذاك داعش والداعش من يل هي المنطقة كلها فارغة والعندس لا يحمي بيتها طيب أشكرك سيد صفاء كنت معنا من بغداد سيد محمد من الطارمية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جوانك أستاذنا العزيز حياكم الله أهلا وسهلا وياكم محمد من الطارمية أهلا وسهلا محمد تفضل والله يا أستاذ نحكي عن الأوضاع الحملة الخيرة هاي اللي صارت والله يستمر يعني يعني ترم من الأشياء هما اللي جابوهم وهم اللي ترموها كلها على موذل خيرات مالكها وعلى موذل أنت تتوقع شنو الهدف الحقيقي من هاي العملية العسكرية والله يعلموا خيرات يعلموا أسمة الحشد يريدون مثلا أهل الأراضي البساطين بها معالي هتاوي مثلا أهل أهل الحقول أهل الهابة أجد ولا أغل محمد صفاء صفاء من بغداد يقول أهل المدينة هم الدواعش هكذا وصف الدواعش يقول من جو المدينة موجودين من جو الطارمية ما ردك على هذا الكلام الحملة الأخيرة اللي صارت وكل شيء ما لقوا بغضاء الطارمية كل شيء ما لقوا كل شيء ما لقوا غضاء الطارمية يعني حتى فقد عمليات بغداد يقول منطقة آمنة وكل شيء ما لقوا بها وبالاعتراف لا دمين جاب كلام سيد صفاء السيد صفاء من بغداد من أين أتى بهذا الكلام والله هذا أعلام الطائفيين أعلام الطائفيين اللي اللي دائما يترر يعني حتى عبر التواصل السماعي الطارمية نطبها ونسويها كذا وكذا ويحتون على الأوضاع يعني كلام طغط من الطائفين ومن الطارعين بيها أشكرك سيد محمد كنت معنا من الطارمية شكرا للمشاركة السيد أبو عمر من السليمانية تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد مسألة الطارمية وحزان بغداد هذه الحمليات التي يقومون به هذه العقامات هذه هي مسألة طارقية طارقية بالبحث الآخر لكن الهدف الحقيقي من غراء هل شنوه هو حرب استباقية لعدم إمكانية قيام السنة من جديد في حال سقوط هذه النظام الشيعي في حال سقوط النظام الشيعي لكن عندما يخافون عندما يسقط النظام الشيعي في إيران هم خاتمين من هذه الحالة حيث أقول لك يا صريحة العبارة يقول لك إحنا نقوم بعملية استجازية استباقية إلقاء القبر تهجيرهم تحتقانهم لحيث أنهم مرة ثانية لا ينهضون يسقطوا نظام الشيعي بالعراق لكن قسما بالله النظام الشيعي في إيران سيسقط سيسقط من محلهم والنظام لا سقط هو رأس لبع في إيران سيسقط كذلك نظام الشيعي بالعراق بالتوالي مثل لعبة تدومنا سوريا بلبنان بليمان كلها سيئتين هؤلاء ماليجون يصمون بوجه تنعين دولة 65 دولة أقولهم هذا حتي فارغ أنتو أيامكم قربة القدمة سون وللعلم رجاء نطريق هستهم ماكو تحركات حول تنظيم جنيه ماحي كل العراق إنه هذا التنظيم ما أعرف الجزء الزاري من داعي أو تنظيم آخر هو لجمار هؤلاء لا أجل ولا أقل هذا إحنا ما ننظر أنت عدد في الزميل هذا التنظيم لا عدم داعيش ولا عدم قاعدة ولا أقل هذا هو الآخر يريدون أن ينقذون النظام الشيعي يقولون إذا أصدقت ميرس يبقى بالعراق هذا نقلة تطوع برأسكم ما تقول أنتم أقولها بطريحة العبارة أنتم بأمر من الله فتقول أنتم هاربت أيامكم قريبة إحنا ما عدنا صبر بالعراق أصبر هستم ورأس يقول معينكم واعطي باقيه واعطي الآلات وتنظيم الزعطوط بجد والقوبل والصصف الشيعي يعرف كيف تنظيم الدولة على العيب إحنا نجي تقول تنظيم الدولة وما بيشنو قاعدة وهنفلاوات هذه أنا المسلسل الجزء أولا أكون جزء ثاني أنا أعرف أكون جزء ثاني رح يبدأ إن شاء الله أشكرا أبو عمر كنتم أنا أمن السليماني نذكر مشاهدين الكرام أن هيئة علماء المسلمين ليست المرة الأولى التي وضحت فيها بتقاريرها وبياناتها حول أحداث تجري أو يجري التخطيط لها في العراق مسبقا طبعا من قبل الحكومة بغض النظر من كانت أو من قبل ميليشيات وبغض النظر من هي هناك مخططات كانت هيئة علماء المسلمين تحذر منها منذ بدء الاحتلال وحتى هذه اللحظة وتخرج بتقاريرها وبياناتها لتوضيح هذه المسائل وكذلك للاستنكار والشجب المستمر للقضايا التي تحدث من انتهاكات العراقيين بشكل عام يبقى السؤال هو ما الأسباب التي نرى بها شريحة من المجتمع غير متفاعلة مع هكذا تحذيرات رغم ما تراه الآن من تحققها في كثير من الأحياء ما السبب الذي يمنع الناس من التفاعل من الوقوف ضد هذه الانتهاكات نظرا لوجود متابعين ومراقبين ومن هم فاهمون أو يفهمون بالشأن العراقي بشكل دقيق ليستطيعوا أن يروا على الأقل جزء أو لديهم نظرة ربما مستقبلية للأحداث التي قد تجري في العراق بشكل عام لدينا بعض الرسالة نقرأها لحضراتكم رسالة من أحد المشاركين لم يكتب من هو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذه حرب شاملة ضد أهل السنة وكذلك رسالة أخرى يقول أحد المشاركين السلام عليكم هي هذه مشكلة كثيرة من الأبرياء جالسين خلف القطبان بتهم أنهم أبرياء واللصوص والمجرمين يصرحون ويمرحون أمثال المالكي والعبادي والعامري والخزاعي والمهندس وغيرهم أخوكم أبو عمار من السويد نعود لنا نقول نقطة مهمة نعم الموضوع اليوم عن اقتحام قضاء الطارمية وهذه العملية العسكرية التي تعد من أجل كما يقول المتابعون النيل من أهالي هذه المنطقة وكذلك تغيير ديمغرافي واضح له طبعا تبعات وله كذلك خلفيات نتيجة التصريحات وكذلك الانتهاكات التي استمرت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة لمناطق حزان بغداد الموضوع الذي تحدث به الكثير من المتصلين هي موضوع المعتقلات والسجون الربط بين هذين الموضوعين هي قضية الاعتقالات أو حملة الاعتقالات الواسعة التي شنت على كثير من مناطق حزان بغداد وقضاء الطارمية ليس استثناء من هذه الحالة كثير من الشباب والرجال الذين تم اعتقالهم بلا مذكرات وبلا أوامر قضائية وبلا أوراق رسمية وبطريقة عشوائية هذا الجانب الحكومي أما بالنسبة الاعتقالات الميليشيات فهي بالعشرات أو ربما بالمئات أو قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ذلك نظرا لغياب القانون عن هذه الميليشيات وبالتالي هي تتصرف بكامل حريتها وبمطلقها وبالتالي ليس هناك رادع وليس هناك من يحاسب أو من يقف ضدها بل هناك بل ليس هناك كذلك قانون يمنع هذه الميليشيات من القيام بما تقوم به نعم كان هناك فتوى خرجت من أجل تشكيل الحجد الشعبي لكن السؤال الآن بعد أن أعلن انتهاء الحرب مع تنظيم الدولة من قبل العبادي ما الذي نراه الآن من الحجد أو ما الذي يفعله الحجد الآن مع القوات الحكومية في قضاء الطارمية خاصة خاصة في ظل وجود انتهاكات أثبتت على هذه الميليشيات في كثير من المناطق التي دخلتها بذريعة تحريرها من تنظيم الدولة فكيف يزج بها إذن في هذه المناطق التي معروف ما هي تركيبتها السكانية ومعروف ما الذي سيجدونه هناك الميليشيات والقوات الحكومية فكيف يدفع بتشكيلات طائفية بامتياز ولا يحتاج الموضوع إلى أن يثبت بدليل لأن هناك إثبتات كثيرة أكدت أن هذه الميليشيات هي ميليشيات عقائدية طائفية تذهب إلى هذه المناطق بهذه الذريعة وتنتقم من أهلها بهذه الذريعة كذلك سيد ضياء من كربلاء تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام نعم أخوك صال لي 15 سنة يعني إلى متى يعني إلى متى يتنظر يعني العالم أتشرت العالم راحة تنتهي عائلة انتهى وجعلهم انتهى أخوك صال لي 15 سنة شنو تهمت يا ضياء صال لي 15 سنة والله يقول لها أنت قاتل فيان وعندنا العرفهم هميه أحد هميه عرفواه وعرفواه ويكاتل منه وبس أخويه إحنا سمعون بالسجون لو ما سمعون بالسجون يعني الشهي سنوى الغلم والدي هذا على انتماء وهذا شادي أنا مدري شنو وهذا شادي أنا مدري شنو والله ما يصير إحنا الرئيس عقام رئيس يشملها كلها أنا أكومتنا شو كش ومعهم منها والله أصارت أذية يعنييتش يحصل على صدام المصدام راح عم صدامذين ضياء طبعا أنا بسؤال أخير أريد أسأل حضرتك وأختم الحلقة معك المشكلة بإصداء قانون عفو عام أم المشكلة بتخليص العراق من هؤلاء الذين يعتقلون خارج القانون ويعذبون خارج القانون أنه الأولى إذا أخوك يا سيد ضياء طلع من السجن في ظل وجود نفس النظام إذا أخوك طلع من السجن في ظل وجود نفس النظام أنت لا تعلم ربما غدا سيعتقل لنفس السبب الذي اعتقل به منذ 15 عاما ربما أقول الله أقول أخوه أنت تدري العالم أنت تدري أنا أما تناني أما تنسل سابقا أما تنسلونه يا أخو يا طلعوني تدري شبت الظلم هناك شبت الظلم فين كتلون علي بس يرتدي تدري جبون جبون جهال جهال والله جهال شايفون بعيني جهالي بالتبليد بالنتما سيد ضياء أنا أشكرك للمشاركة أعتذر منك الوقت انتهى وفهمنا النقطة الجوهرية التي تتحدث بها لكن نعود لنكرر مرة أخرى باختصار بهذا الموضوع أن العفو العام هو ليس الحل رغم أنه مطلوب لكنه ليس الحل الجوهري لهذه المشكلة أو الكارثة التي يعيشها العراقيون وهي قضية المعتقلات والسجون الخلل الجوهري هو في كيفية وضع القانون وكيفية تطبيقه وكيفية محاسبة المقصر وكذلك المجرم أو المنتهك الذي انتهك هذا القانون من تعذيب واعتقال بلا أوامر قضائية أو حتى بدون عرض على القضاة وغيرها طبعا حاولنا قدر الإمكان أن نتمسك بقضيتنا أو بموضوعنا لهذا اليوم لكن يبدو أن قضية المعتقلات تشغل فكرة كثير من المشاركين لهم الحق في ذلك فكل لديه قضيته ولديه المأساة التي يعيشها كان الله بالعون مشاهدين الكرام بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة